وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان في مقدمة أهداف أربعة يقول رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك إنها تقف خلف توقيعه الاتفاق السياسي مع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وفي مقابلة تلفزيونية أشار حمدوك إلى أن تلك الأهداف تشمل أيضا حماية السودان وأرضه وإكمال عملية السلام والتحول المدني الديمقراطي والاقتصاد متوقعا الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات في غضون إسبوعين يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع دوري عقده مجلس السيادة برئاسة البرهان تناول استكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية الخاصة بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تطلع بالمهام القانونية العليا كما ناقش الاجتماع الأحداث التي وقعت يومي الثالث عشر والسبع عشر من الشهر الجاري بغرض الوصول إلى الحقائق في أقرب وقت ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات وإثارة العنف حسب إفادة الناتق الرسمي باسم المجلس وتناول المجلس الأحداث التي وقعت في يومي الثالث عشر والسبع عشر من نوفمبر الجاري بقرض التحقيق والوصول للحقائق بأعجل ما يكون ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات وإثارة العنف ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق السياسي أعلن وزراء معزولون وإتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له معتبرين أنه محاولة لشرعنة الإنقلاب والحيلولة دون قيام دولة مدنية ديمقراطية ترجمة نانسي قنقر